الدولة المصرية ماشية على كل الملفات يعني الدولة المصرية ما نشغلتش على أهمية الانتخابات الرئاسية وكل ما حدث فيها ما نشغلتش بدا ونسيت بقية الملفات اللي أيضا بتشغل بال المواطن المصري احنا مثلا مبارح عرفنا ان كان فيه اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية وإحنا اتكلمنا عنه واتكلمنا عن اللي قاله الدكتور مدبولي في شأن انه بيشكر المصريين اللي شاركوا بيشكر الحقيقات اللي شاركوا لكن في نفس الاجتماع ده كان فيه جهود لمتابعة لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلح السيد رئيس الوزراء في أول الاجتماع قال ان اللقاءهم بيأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية هما بيعملوا اجتماعات واللقاءات الدورية عايزين نتابع بيها موقف توفر السلح المختلفة في الأسواق وإحنا وإحنا بنتابع بنتابع على محورين الكميات لازم يبقى فيه كميات متوفرة مفيش سلعة تختفي والأسعار وقال إنه اللجنة اللي تم تشكلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية معنية بإيه؟ بدراسة آليات مقترحة ما إحنا لازم نفكر إحنا بنكتشف إن فيه أزمات أسعار بتختفي أسفة بضائع بتختفي أسعار بترتفع غير أعلى من السعر الحقيقي احتقارات ناس بتخزن بضاعة ده بيأثر على المواطن بيقول للكذا فين ولا السكر فين ولا بقى بسعر كام ولا تمام لازم بقى الدولة مجلس الوزراء ده اللي كان رئيس الوزراء بيقوله مبارح إن فيه لجنة شكلت لإيه؟ لدراسة الآليات المقترحة عشان تطبط الأسواق ويتطبط أسعار السلعة الرئيس سيد رئيس الوزراء قال إن اللجنة دي مهمة لإنها اللي هتوصل له من نتائج النتائج دي هنركز عليها عشان نطبقها علشان نحقق الأهداف المرجوة وإيه الأهداف المرجوة؟ عشان بس نبقى بنتكلم بالبلد كده وبالبساطة طبعاً السيد رئيس الوزراء بيقول الكلام الدقيق المنضبط وإحنا بنترجم بالكده يعني بنكمل بنوضح لنفسنا إيه الأهداف المرجوة؟ الأهداف المرجوة توافر السلع المختلفة في الأسواق بالكميات لازم يبقى فيه كميات تفي المواطنين وبالأسعار المناسبة الدكتورة هالة سعيد قالت إن لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع عقدة اجتماعات وتم التوافق إنهم درسوا عدد من التجارب والدراسات الدولية يا جماعة الدول التانية بتعمل إيه في مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع السلع الاستراتيجية وإن الدول بتاخد إجراءات وقرارات وإنه تم التوافق على مجموعة من التوصيات والتوصيات والمخرجات دي فيه مدى قصير ومدى متوسط ومدى طويل الحكومة بالبلد ببساطة مهتمة أو سمع صوت المواطن اللي إحنا عندنا يقولوا فجأة فيه سكر في الجمعيات السكر في الجمعيات كل واحد ينزل يشتري كيلو بسعر كذا طب لكن البقال اللي جنب الجمعية بيبيع بسعر تقريبا الضعف وبعدين نسمع عن مين اتقبض عليه وهو محتكر كميات وأطنان رهيبة من السكر لخلق أزمة لإصارة غضب المصريين الدولة الحكومة المصرية سامعة الكلام ده السيد رئيس الوزراء قال إنه بيؤكد على المتابعة الدورية بشكل شخصي لموقف إنتاج وتوافر السلع وأسعارها على مستوى الجمهورية وعرض ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشعن وقال رسالتنا واضحة بصوا سنواجه هذا التحدي رئيس الوزراء المصري عارف إن احنا بنواجه التحدي التحدي ده بيشتغل فيه تجار بيحتكروا سلع فيه الناس بتغلي السلع بتلاقي نفس السلع بأكتر من سعر بيختلف من حي الحي ومن منطقة لمنطقة وربما من محافظة لمحافظة بيتم إخفاء الحاجات كل الكلام ده محتاج تدخلات من الدولة لضبط السلع من حيث الأسعار والكميات ده اللي كانوا بيقولوه انبارح طبعا هم مجموعة مميزة من المتخصصين اللي بيتكلموا في قضايا مهمة احنا بالنسبة لنا تترجم بالبلدي تبقى السلعة موجودة يبقى سعرها مناسب نبقى كده احنا تمام لم تنسى الدولة المصرية لم تنسى الوزارة المصرية كل هذا الملف رغم أهمية كل ما يحدث وضيوف وإشارة دولية وفود وسفارات وانتخابات رئاسية لكن احنا مهتمين بدا وسمعين المواطن وعيننا علي